النهاردة حبايبي هنخزن مع بعض اللامون بالطريقة الصحيحة المزبوطة والطريقة دية تخلي اللامون يفضل معك البودة سنة من غير ما يجراله اي حاجة خالص الطريقة دية عن نفسي انا مجربها وتعبوني لهذه الفيديو عشان تشوفوا معي الطريقة خطوة بخطوة وحقول لكم انا باستخدم اللامون دهوت ازاي وحنقول لكم على كل الاستخدامات متاحته فتعبوني حبايبي لهذه الفيديو عشان تستفادوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اخوتي وحبايبي في اللي في قناتي على اليوتيوب اسرار الطبخ الاحترافي مع الشيف حناني والرأيه تعالوا بينا حبايبي نبدأ الفيديو الاول بالصلاة على رسول الله عليها فضل الصلاة والسلام ونشوف حبايبي هنخزب بعض اللامون ازاي انا كنت جايبة اللامون دهوت ويعني كان فيه واحد بعدي وبيبيع اللامون فاللمون كان باعه اصفر هه طبعا ايه حقول لكم بقى ايه يعنى انت لو شلتليه في التلاجة ما تحت فه هقولك ازاي تحتفظ بيه برضو في التلاجة لو انت سبتي كده هوت مكشوف كده يعني في باب التلاجة كده هوت فحتلاقيه اللي هو حينشف معاكي على طوق. لا. وحتلاقي اللي هو بيعمل طبقة القشرة كده بتعمل طبقة صفرة كده غمقة. وحتلاقي الليمون بيبوز معاك على طوق. لا. طيب في حاجة دي طريقة برضو انا مجرباها لو انت عايزة تحتفظ بيه في درجة التلاجة. فبتجيبي قطعة من السفنجة. السفنج اللي احنا بناخد منه حتة ونخسر بيه الموعين كده يعني. فبتجيبي قطعة سفنجة بس تكون نضيفة. وتحطيها في كيسة. وبعد كده حطيها في وسط الليمون كده اللي انت ايه اه اه احتاجيه يعني. يا. وتربط الكيس وحطيه في درجة التلاجة. فالطريقة دي عاد السفنجة عاد تمتص الرطوبة اللي هي المياة يعني الزيادة. وبعد كده عاد تحافظ لك على الليمون اللي هو يفضل طزع معاك. يا. انما الطريقة اللي انا هعملها معاك دي الطريقة دي عاد تخلي الليمون يفضل معاك فترة اطوأ لمدة سنة من غير الليمون ما يجرى له اي حاجة. لان انت لو ما تبعتش الطريقة اللي انا بقولك عليها اللي هو في درجة تلاجة ومعاك قطعة السفنجة. فانت لو ما تبعتوهوش باستمرار فحتلاقي اللي هو بيبوز منك مع الوقت. فطبعا اده بقول لكم كل ايه بقول لكم كل الاسرار يعني. انا بقى دي الوقت بجيب الليمون وبقشره وبعد كده بقسم الليمونة نصي. انا بطلع البزر بالدهب. زي ما انتم شايفين. طب ليه انا بطلع البزر? اه لان انا هحتفظ باللمون دهوت. بعد ببقشره وبقطعه كل لمونة بقطعها نصي. انا بحتفظ بالانصاص ديت زيبهية. واللمون بيكون متأشر وجاهي. زي بجيب علبة كده العلب ديت اللي هي الشفافة. انا بحب اللي انا احفظ فيها كل حاجة في الفريزر ره. وكمان اللي هي مش بتاخد مكان وبدل الاكياس يعني. يا ولما بتجي ترس كده فبتنظم لك الفريزر وبتخليه منظم. وابترس العلب فوق بعضيها. فطبعا الطريقة ديت عتنفعني في ايه كمان? نه? هي الطريقة دي بتريحني كتير. يعني مسلا لو طب علي ضيوف فجأة. وانا عديش مثلا فواكه ولا عدي اي حاجة اللي انا اعمل لهم عصيق. فالطريقة دي بتكون جميلة جدا. طبعا مش حاوض لسه اقشر في اللمون. اللمون بيكون متأشر وجاهز ومطلع البزر منه. وحطه في العلبة. فمجرد اللي انا باخد عدد اللمون اللي انا عايزة اعمل بيه عصير في شفشة اخلاط. يعني اربع لمونات ولا حاجة. فطبعا انا بشوف طبعا اللمون انا باخد الكمية بقى اللي انا ايه اللي انا عايزاها. يعني باخد اربع لمونات ولا حاجة على كوبية سكر والمية. وكل اللي انا بعمله اللي انا بحط اللمون في الخلاط ومع المية والسكر واضربه. وبيكون سريع جدا مش بياخد معايا وقت. هو مجرد ايه بحطه في باخده بالفريزر مجمد فبينزل في المية فبعد ضرب فبيختلط على طول. فالطريقة دي عن نفسي انا مجرباها وجميلة جدا. طيب مثلا انا لو ما اديش لمون في التلاجة من تحت. وانا عاملة الوصفة يعني عاملة تخزين ده وحطها في الفريزر. طيب انا دلوقتي محتاجة مثلا اللي انا هاخد عصير عصير لمون مثلا احطه على سلطة احطه على فول كده. فكل اللي انت بتعمليه بتاخدي اللمونة زي ما انت شايفه وبتجيب العصارة. وبعد عصارة اللمونة. وبتبدأ اللي انت بتحطيها. وطبعا ايه بتطلعها بالفريزر بتسيبها ايه تفك شوية. ومجرد اللي انت بتسيبها تفك مش بتاخد وقت كتير بتفك على طوق. لا اه بعد كده بتحطيها في العصارة ولما بتجي بتعصريها فبتنزلك المية. وكمان اه بتنزلك اللي هو عصير اللمونة بكمية كبيرة كمان. يعني لان طبعا اللمونة بتكون اه طبعا لما انت بتطلعها بالفريزر فبتلاقيها اللي هي طبقة القشرة اللي برا ديت اه بتكون باقي الطرية فبت بتعمل لك كمية عصير اللمون اكتر كمان. نحن. فزي ما انتم شايفين. دي طريقة على فكرة انا ممكن اللي انا اه طبعا قدبت معاكم طرق لتخزين اللمون اللي احنا ممكن اه بدل فيه ناس عا تقولي طب ما بدل الدوشة دي. طب ما احنا نعصر اللمون ونخليه عصير كده هو. اه وناخد منه. ما انت لو لو انت عملتي الطريقة دي انت لما تيجي تعملي العصير مثلا اللي بوفه وخلط فانت مش هتكون يعارفة ايه هي كمية المناسبة اللي انت هتعمليها. لما انت لما تخضي اه اربع اللمونات من طريقة التخزين دي فها تكون ايه سهلة عليك. اه سهلة سهلة يعني اطلع لك الوصفة مزبوطة ومش هتحتاج اللي انت تحطي يعني ما حطتيش كمية عصير كتير يعني اه فيها. وفي نفس الوقت انت لو عصرتيه برضو وشلتيه في الزازة في الفريزر فانت بحتاجها اللي انت تطلعي الزازة وتسيبيها لبة تفك وبعد كده بتاخدي الكمية اه اللي انت عايزها وبعد كده بترجعي الزازة في الفريزر تاني. يه. فانما الطريقة دي احنا مش بنطلع اللمون كله يفك. احنا بناخد الكمية المناسبة اللي احنا عايزينها ومش نطلع الحاجة تفك من الفريزر ورجحها تاني. اه لا فهي الطريقة دي هتكون حلوة جدا. نعم. اه انما بقى ايه? اه طبعا في برضو طرق تانية لتغزين اللمونة لو اتي عايزة بالنسبة للعصير يعني اللي انت لو عصرتيه. فممكن بدل ما تحطيه في ازازة وكل شوات طلعين ازازة وتسيبها تفك او كده يعني. فبكت تجيب مكعبات زي مكعبات التلج بس مكعبات التلج بتاخد كمية كبيرة يعني. من عصير اللمونة. تاخد حوالي اه اربع خمس معلق كل مكعب يعني. بس لو في مكعبات تانية اللي هي السيليكون اللي هي بتاعة الشوكولاتة اللي هي اه زغيرة خالص زيت. مكعبات زغيرة فدي بكت تعمري اه تعصر اللمون وتحطيه في المكعبات دي اه تاخدي اه تاخدي المكعب على حسب ايه اه مسلا انت بتعمري سلطة ولا حاجة. فبتاخدي المكعب وتحطيه مع السلطة اللي انت بتعمريها او تاخدي المكعب وتحطيه مع الفول اللي هو الفول باللمون. اه فدي عا تبقى حلوة جدا. انما الطريقة اللي انا بشاركها معكم هي حلوة برضو بريحاني. اه لانا باخد منها وقت وقت ساعتها مسلا لبا عمل العصير فباخد اه اربع لبونات ومع كبات سكر والمية واعمل العصير بيكون سريع التحضيره. اه لو محتاجة مثلا اه لو محتاجة مثلا احط مثلا على اي حاجة فباخد نص واحد من العلبة دي نص لبونا يعني ايه وباستخدمه في الوصفة اللي انا عايزها. طبعا ما باعمل مجاهز الوصفة واحضر بكوناتها وابدأ لنا يعني كده يعني فبيكون النص لبونا مسافة ما بيطلع من الفوريزة بيكون فك على طول يعني فهو مش بياخد ايه مش بياخد وقته خالص. فحبيت اللي انا اشارك معاكم الوصفة النهاردة طريقة تغزين اللمون نعم هو تغزين اللمون بابله طرق اه طرق كتير يعني اه كزا طريقة اللي انت تتخزيني بها اللمون. بعض الطرق قلته لكم دلوقتي يعني على السريع كده هوت. طبعا الطريقة دي بتكون جميلة جدا وزا ما انت شايفة يعني انا يعني لسه العلبة بدخلتش الفوريزة بس انا بوريرك بتعملي ايه. اه كل اللي انت بتعمليه بتاخدي الكمية اللي انت عايزها لو انت عتحطيها على اه سلطات او او اي حاجة بحتاجة منك عصير لبون او تدبيل اتفراخ او اي حاجة. فمجرد انت بتطلعي النص لبونة وبتعصريها. فبتنزلك كمية عصير. يعني من غير ما العلبة تدخل الفوريزة فشوفوا نص لبونة طلعتلي كمية عصير قد ايه بصوا شايفيه. اه فتخيلوا بها هي لما العلبة دي هتدخل الفوريزة ويبدأ اللبون دوات يتجمد فنص اللبونة ان انت بتطلعيها بتلاقي الطبقة الطبقة البيضة بالقشر اللبونة الابيض يعني. فتلاقي اللي هي بقت طريقة كده معاكي. فبالتالي اللي هي هت بتيجي تعصريها. فحت نزلك كمية عصير كتيرة. وانص لبونة بتعملك معلقة واحدة زي بدتو شايفين معلقة كبيرة من عصير اللبونة. فطريقة سهلة وبسيطة. وطبعا اتبدأ لدتو تكونوا استفدتو. بقى. وان شاء الله كده هدب لكم يعني بعض الطرق لتغزين اللبون ان شاء الله كده هو. اه في الفيديوهات اللي جاية. اه والطريقة دي جميلة جدا بتقعد بعكب دي السنة للسنة من غير اللمون ما يجرى له اي حاجة خالص. اه فزي ما اتوا شايفين. على فكرة في حاجة حافة لانا اقولها لكم. طيب احنا لو طلعنا مساءنا. وعصرنا زي ما قلت لكم بنقض نصف اللمونة وانت اللحها تفك من التلجة ونعصرها. طيب الاشرة ديت بتاعة اللمون اللي هي البيضة ديت. احنا هنرميها. لا ما ما ترميهاش. اه الاشرة ديت اتي لها وجبعتيها في كيس وحطتيها في الفريزر تاني حد ما تخلصي الكمال اللي عندك. فتستخدميها في اي منظفات. تسلوه مع شوية مياه فحلة ولحد ما يبقى طالي تماما وبعد كده بتضربيه في الخلط وبعد ما تضربيه في الخلط حطيه في علبة تكون فاضي عندك كده بغطى بتاعة كريم للشعر ولا اي حاجة. وبعد كده بتحطي عليه معلقتين كبار بين بيكربولات والسوديوم. ويبقى انت كده عملتي معجون اللمون عينفاك جدا في ازالة اصعب الدون. يعني لو عندك مقلية فيها دون صعبة ولا حاجة او حلة ولا اي حاجة فبتاخدي بينه شوية على سكة بوعين وتدعكيها تطلع على تون. سلام عليكم.